السلام عليكم اهلا ومرحبا بكل متابعين قناة The Best الكرام واهلا بكم في حلقة جديدة هنتكلم النهاردة عن استدعاء وزير التربية والتعليم امام البرلمين والامر ده عاجل جدا وحيكون بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وزي ما كلنا عارفين ان خلاص ما بقاش فيه وقت كبير على انتهاء امتحانات الثانوية العامة فاضل وقت قليل جدا وبعدها حيتم استدعاء وزير التربية والتعليم امام البرلمين وحنعرف مع بعض في الفيديو ده ليه حيتم استدعائه وايه الاجراءات اللي حيتخذها البرلمين مع وزير التربية والتعليم وكل الكلام ده حنعرفه مع بعض من خلال الفيديو ده المهم ما تنسوش اللايك والسبسكرايب الاشتراك في القناة لو لسته مشتركتوش واول مرة بتشوفوا القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم منا كل جديد بخصوص اخبار التعليم وكمان ما ننساش نشاير الفيديو لكل حبيبنا ولكل صحابنا عشان كلنا نستفيد ويلا بينا نعرف مع بعض لماذا تم استدعاء وزير التربية والتعليم امام البرلمين اقترح الوزارة الدراسة ايام في المدرسة وباقي الاسبوع في المنزل جاهزية بنية الاتصالات ابرز اشتراطات تعليم البرلمين للتعليم الالكتروني اكدت النائبة مجدى نصر عضو مجلس النواب بلجنة التعليم والبحث العلمي ان اللجنة سيكون لها لقاء مع وزارة التربية والتعليم للتعرف على تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد 2020-2021 في ظل جائحة كورونا حال استمرارها واوضحت عضو مجلس النواب ان اللجنة التقت بوزارة التعليم العالي وتعرفت على خطتها للعام الجديد والتي لم تختلف عما اعلنته وزارة التربية والتعليم في دراسة تقليص العام الدراسي ليومين فقط وتقسيم الطلبة لمجموعات واوضحت ان اللجنة طلبت في اجتماعها مع وزارة التعليم العالي وايضا ستطالب مع وزارة التربية والتعليم بضرورة اعداد وجاهزية البنية التحتية للاتصالات وتقويتها للاعتماد عليها بشكل جزري في التعليم عن بعض والتدريب السريع للمعلمين حتى يكون هناك استفادة حقيقية للطالب من هذه التجربة ولفتت الى ان هناك اتجاه لوزارتي التربية والتعليم والتعليم لتبني الدمج بين الطريقة التقليدية للتعليم والتعليم عن بعض والاستعانة ببنك المعرفة مشيرة الى ان اللجنة ستبحث مع الوزارة خلال الايام القادمة آليات اتمام وتنفيذ عمليات الدمج والتي ستكون خلال ازمة كورونا او حتى بعد هذه الجائحة وهو ما ستؤكد عليه اللجنة فلا يمكن الغاء اليوم الدراسي والاعتماد على التعليم عن بعض فقط ولفتت الى انه من ضمن الجوانب الايجابية التي افرزتها هذه الجائحة بانها فرضت علينا الدخول سريعا واقتحام اساليب التعليم الحديثة والتي كانت بتأخذ في مصار بطيء بسبب مقاومة من بعض اولياء الامور او عدم وجود ارادة قوية في اعتماد هذا الاتجاه بشكل رئيسي وكان قد ترقص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماع المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي عبر الفيديو كونفرنس لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والاجهزات للعام الدراسي المقبل 2020-2021 والذي سيبدأ يوم 17 اكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 ومدة الدراسة الفعلية 33 اسبوع وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021 جاء نتيجة لظروف انتشار جائحة فيروس كورونا مشيرا الى ان شكل ونظام الدراسة في العام الجديد قيد الدراسة حاليا وسيتم اعلانه فور الانتهاء منه كما كان قد اعلن ان هناك دراسة لعمل المدارس يومين فقط وطبعا كلنا عارفين منذ بداية امتحانات السنوية العامة ظهرت مشاكل كتير وشكاو كتير من الطلاب واولياء امورهم لأسباب كتيرة منها صعوبة الامتحانات وتسريب الامتحانات والاخطاء الموجودة فيها وفي نفس الوقت بالنسبة للمراحل الاعدادية والابتدائية الى الان مستنيين قرار نهائي من الوزير بخصوص بدء موعد العام الدراسي الجديد وهل يا طرح هيكون فيه دروس ولا لا وهل هنشتري الكتب ولا لا والدنيا هتكون ماشية ازاي وكمان غير قلق كتير من اولياء الامور بخصوص دفع المصروفات لان بعض المدارس اخدتها موضوع تجارة وبقت بتلح بضرورة سداد المصروفات وما ينفعش تقسيط المصروفات وفيه كمان تساؤلات كتيرة جدا حتى الان يعني وزارة التربية والتعليم لم تضع لها اجابات حاسمة وقاطعة وكل محد بيسأل وزير التربية والتعليم بيجاوب بتصريح استنوا بعد امتحانات الثانوية العامة لذلك البرلمان حيستدعي وزير التربية والتعليم بعد انتهاء الامتحانات الخاصة بالسانوية العامة عشان يجاوب على كل الاسئلة اللي بيتساءل بيها اولياء الامور وشغلة تفكيرهم زي امتى العام الدراسي هيبدأ وايه اخبار التابلت والنظام التعليمي في العام المقبل الجديد حيكون ازاي وان شاء الله كل القرارات اللي تخرج من البرلمان تكون في صالحنا كلنا وفي صالح الطالب من اول كي جي وان لحد سنوية عامة وكمان يتكلموا عن انخفاض التنصيق لابنائنا في السنوية العامة ان شاء الله قريبا هنعرف البرلمان وصل لايه وفيه خلال الساعات القليلة القادمة وانتظروا منا كل جديد في قناة ده باست ميسلوبنا وان شاء الله هنقدم لكم كل جديد بنوصل لي وما تنسوش حبايبي تسابسكرايب الاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش وكمان تفعيل زر الجرس واللايك لو عجبكم الفيديو والشير لكل حبايبكم وصحبكم عشان يشوفوا الفيديو ويستفيدوا منه واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وفي الختام في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة